اشتركوا في القناة او حتى على سناب جات او على التطبيقات الثانية عن اهمية هذه المواقع في عملية الترويج لهذا الحدث الرياضي العالمي اكيد معنا بالستيديو الأستاذ أنا سبحاند مؤسس حساب وتطبيق بوابة البحرين مساك الله بخير يهلي مرحبا بك مرحبا بكم لكم العافية يا رب والشكر لكم هذه الصدافة الجميلة في هذه اليوم الجميل في اليوم العرس الجميلة الرياضي نسميه عرس لانه بالفعل هو الحدث اللي قاعد يصير اهتمام كل الشعب البحريني انظار العالم اساسا عليها اليوم متجها نشوف اليوم الانظار الحملة لك قاعد تصير اهتمام اعلامي اهتمام بكافة الجوانب الموجود فيها لو نلاحظ ان تطبيق البوات البحرين من اول ما تأسس الحملة في 2009 من 2009 من 2009 من تأسس والأمليكيشن الحملة لك ربما تأسس من 2021 انظار الناس الحملة تتخذ الى الفعاليات وحساب نفسه والأمليكيشن يكون جانب كبير منه السياح والحملة اللي يبئي الى الفرمالا بشكل اساسي او اي فعالية في البحرين نحن من متابعين طبعا تطبيق بوابة البحرين وانا من اوائل الناس اللي يمكن يعني تابعوا الاخوانت الخاص بكم ودائما نشوف انتو حريصين على تكونون يعني ملمي بهذه الفعاليات اول بول وتنزلون لحداث اول بول خلنا نتكلم عن سرعة طبعا تنزيل هذه الاخبار المهمة وشون تقدرون تغطون يعني جميع الفعاليات وجميع هذه الانشطة لهذا الحدث العالمي نحن نتكلم الحملة جهد جبار اللي قاعد يصير حاليا في سباق الفرمولة بالاضافة الى الجهد الحملة اللي نعكسها في البوابة البحرين بوابة البحرين طبعا احنا نخذينا كشعار بوابة البحرين بوابة كل فعاليات البحرين فأي احد يحتاج الى اي فعالية يحتاج اي حدث اي حدث موجود في البحرين اي تقطية يكون بوابة البحرين هو المرجع الاساسي له طبعا احنا من البداية من اول ما اعلنوا عن فورملا من الأساس أعلن عن برامج المصاحبة للفورملا من ناحية استعرض السيارة من ناحية القرية المصاحبة للفورملا إلى غيرها من الفعاليات التي كانت وما زالت الأحداث متوالية في قرية الفورملا نعم أناس يعني فترة جائحة كورونا بعد انقطاع عن الفعاليات وبعد هذه الجائحة التي تسببت لنا بعزلة للكل وما في فعاليات والله الحمد يعني عدت هذه الفترة وبدأنا تدريجيا إلى الحياة الطبيعية لكن كان صعب أن أنت توصل إلى ما وصلت عليه في هذه الفترة 51 ألف متابع نظر 51 ألف محمل للأبل كيش ومتابع أما المتابعين الحملات جاوزنا أكثر من 50 ألف واحد الحملة قاعدت تابعنا في كافة مناصاتنا سواءنا على تويتر وإنستجرام إلى آخر بس كيف قدرت تستقطبون هذا العجب الاستقطاب ناس ما قلت الأعداد ما زال عندنا دقارة جماهيري كبيرة وصلنا للمركز الأول في أكثر تحميلا في البحرين وأكثر تحميلا من القطاع السياحي بالتحديد فندلدل أن أهميتها وتعطش الناس مثل هذه الأطب أو حتى الحسابات اللي تروج ودهم يرجعون نفس كابل خلاص وهذا اللي صار وشفناه بضوح الشمس في موضوع الأمس حتى كان الفعاليات الموجودة في الفرملا الجانب أيضا فعاليات المصاحبة السابقة للسبق الفرملا جدا 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 لعداد بشكل كبير سباقات المصاحبة والفعاليات كلها موجودة وليميز البحرين أن وسط حتى الأحداث كان هناك في الفعاليات موجودة مستمرة صحيح صحيح توقفت الفعاليات الكبيرة لكن في فعاليات صغار نحن هاي الهدف اللي عندنا أي فعالية موجودة حتى لو كانت صغيرة من روج لها ليش لأن هناك ناس يحتمون لها الجوانب بعض الأحيان في ناس يحتاج لفنان تشكيلي يحتاج يعرف شنو الفعاليات المقامة اليوم الموجودة فيها في كل شخص لا إهوايته في كل اهتمامه فيبحث عن الفعاليات لتناسبه من خلال بوابة البحرين يوفرون كل الفعاليات وأبقات الفعاليات أكيد البرامج المصاحب الفعاليات دعنا نتكلم قليلا أنس أكثر عن الملفة من خلال تطبيق عن بوابة البحرين ترويجكم لصورة الشباب البحرينيين والدليل يمكن فريق البحرين المارشلز الذي كان متواجد من فترة فيه جدة أيضا غطيته سباق جدة للسيارات إلى أي مدى أسهمت اليوم وواقع التواصل الاجتماعي دعنا نقول في إبراز هذه الجهود الشبابية البحرينية نحن لما نشوف الفريق نشوفته بعيني محرق على الكلام لما نشوف الجهد الجبار وشغل اللي يستقبلونك بحفاءة أو طيبة أو شعب وأصالة الشباب البحريني لما نقول أن المارشل كان لهم جهد جبار بصراحة في الفورمالة وأيضا في السباقات الثانية الموجودة في البحرين وخرج البحرين لما نقول كانوا تميزوا في مثلا إنقاذ المتسابق اللي صار في الحادث العام الماضي وكان جهدهم اللي خل حتى المذيع يندهش بسرعة استجابة فريق المارشل الجهد ذي اللي قاعدين يقومون فيه أكيد هو يندلدل على كفاءة الشباب البحريني اندلدل لأن هذه الشباب وين ما تحطه خلأ ذراعك لمن وينتج وهذه هو فريق البحرين لها باصمة في كل مكان لو لا الله سبحانه وتعالى ثم هالفريق لما أخذهم مثلا سباق جدة أو أذربيجان أو حتى سباق دبي وكانوا أهما الذراع اللي كانوا يولدون ويحركون هذه السباق وهذه شهادة مو بس الجانب البحريني أو الجانب المحلي أو الأقليمي لا بالعكس هي شهادة حتى عالمية لهم وأنا يعني بكل أمانة لو تشوف حتى عدد تعليقات أو الجانب اللي يشيدون في شغل المارشل بشكل جبار يعني أنا بصراحة أمس كنت موجود في الفرمالة واليوم يستقبل لك بحفاوة يستقبل لك بأصالة الشعب البحريني ويوادعك يقول لك كان خلاص كان ضيفك ودائما مبتسم ودائما مبتسم والله وسط البرد وسط الاغبار وسط كل شيء أهو مبتسم أهو موجود لحملة لك ربي كافة يعني يمثل الشباب البحريني أو الشعب البحريني الأصيل المضياف اللي يقدر يعطي ولي يقدر يبذل كل اللي عنده الغالي والنفيس عشان يرحب فيك يا مرحبة فيك في البحرين وترى وبكل لغات قاعد يتكلم مو بس بالبحريني أو بالعربي وبالإنجليز أو غيرها فهذه يندلدل كفاءة الشباب البحريني والمارشال وجهدهم الجبار اللي يقومون فيه والإعداد الفريق والصف الثانية والثالثة بما فيهم الصف الأول طبعاً أكيد مهما تكلمنا إيمان أنس عن الشباب البحريني وعن قدرتهم وعن إبداعهم هو قليل في حقهم وتنظيمهم للسباقات الخارجية كانت واضحة وخير مفان هذه بس نقطة على السطر باكو والهند وأيضاً الآن في جدة بإذن الله تعالى الشهر القادم أنس الأسبوع القادم الأسبوع القادم أنس يعني الشارع البحريني كله تحدث على الفورميلا فأنتو شلون تروجون لهذه الفعالية أو هذا الحدث الرياضي العرص الرياضي العالمي من خلال منصاتكم نعم نحن طبعاً تواجدنا في أكثر من فالكري تكلم فلن تكون تميز بالضبط وهذه الأهمية في الحساب الحملة الكربوغيدار لنوصل بمشاهدات عالية أمس مثلاً توا ما بدأ السباق نحن نزل فيديوهات خلاصنا المنتاج خلاصنا كل شيء ونزلنا الأشياء هاي سرعة أنت في سباق سرعة فإذا ممكن تسريع في السوشيال ميديا خلاص كلهوك ناس فالحملة الكربوغيدار نستمرين فريق الشباب الحملة لكانوا معنا موجودين من الصبح إلى الساعة 2 أمس لفي الليل مرقبين الحملة الكربوغيدار اليوم نضبط كل شيء اليوم الصبح قمنا حالنا حال المرشال قاعدنا نشتغل مثل المرشال الإلكتروني الحملة الكربوغيدار نحن قاعدين شغالين شغل وهذه جانب بحريني نفتخر فيه ونعتز فيه لما نقول السياحة في البحرين اليوم لما نقول الفورمولا كحدث دام نحن نتخصص سياحة فهذه أهم حدث موجود في طول السنة عندنا من أهم الأحداث الموجودة أيضا في رزنامة البحرين بشكل أساسي فيعتمد عليها أيضا الفعليات نلاحظ اليوم نقول مثلا فعالية الفورمولا موجودة لكن هناك فعليات أيضا دولية وإقليمية في نفس المكان نفس البحرين بشكل عام بالتحديد نراكزين على منطقة الأسخير بشكل عام هذا الجانب الذي نقول عنه نراكز أيضا بشكل يومي نزل جدول الفعليات عندنا كبارات بحرين هذا أكثر شيء أحب عشان أكفتر وأشوف ما هي فعاليات طول الأسبوع وهذا ما ميزنا الحمد لله مواصم فيه من فترة أكثر من خمس سنوات مواصم فيه بشكل أسبوعي في نهاية ونلاقي التصالات والاستفسارات من داخل الراع البحرين على مثلا وين هالمكان أو هالفعاليات فكان حتى المنصة الرئيسية حاليا التي نعتمد فيها بشكل أساسي حق هالفعاليات يعني أنا اللي فعلا يعني حازم يعني دائما أقوله وحق يعني صديقاتي فوابة البحرين يختصر علي موضوع أن أنا البحث وين الفعاليات التاريخ والوقت خلاص كل شيء موجود يحط لك من هالساعة لها الساعة من أسبوع الفعالية ولا يومين ولا ثلاث وسريعين يعني لو باتشر في فعالية أنت بتعرفها اليوم فما لا داعي تنتظر باتشر هذه السرعة مطلوبة مثل هذه المواقع الأخبارية فيها السرعة جدا مطلوبة وإحنا أكيد ننتظر أيضا مزيد من إبداعاتكم في بوابة البحرين وأيضا أناس نشكر تواجدك وحضورك معنا لليوم ونشكركم على هذا التقطي الجميل الذي قادمونها للشعب البحرين وأيضا غير البحرين يدائما يعرف عن مملكة البحرين سياحتها من خلال بوابة البحرين وهذا الميز فضلنا الله سبحانه وتعالى يعني حصادنا أكثر من جائزة في المجال الإيجابي تأثير وصناعة المحتوى الإيجابي أبرز كان جائزة تشارج الحملة الكرب من المحتوى تستاهلون وهذه ندل الحملة الكرب فريقنا كفريق بوابة البحرين فريق طبعا بحريني 100% الحملة الكرب من ناحية الإعداد المنتاج من ناحية التصميم والبرمجة فريق كل بحريني وهذه البصمة البحريني التي نحتاجها فيها وهذا اللي نفتخر في أكيد كل شكر لك ويعطيك العافية شكرا لك أنا دائماً أسعب تواجدك معي أنا وأنا سجيل واحد كنا في الصف من أول بداية إلى ثلاثة دول ومجستير بعد وموفقين إن شاء الله شكرا لك وصلنا إلى فقرة الأسئلة ونشوف الثقافة الشارع ونشوف الثقافة الشارع ونشوف اللي تمنينا كنتك تكونين معنا فيها ولكن نروح نشوف معاكم فقرة الأسئلة والجوائز الخفيفة والتثقيفية عن الفورميلوان وراجعي لكم